السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه? ربكم بخير. في الفيديو بتاع النهر ده بازن الله نستعرض على حضراتكم ازاي نغسل الانترنت عن اي تطبيق موجود على الهاتف بتاعنا اه في اي وقت احنا حبيين وبدون ما نستخدم اي برامج بحيس ان انت لو بتعمل مسلا الشغل على الهاتف بتاعك ومش حابب ان حد يزعجك ففي امكانية ان انت تفصل الانترنت عن التطبيق اللي بيحصل بيك منه ازعج على سبيل المسال مثل الويتساب. اه في وقت الواحد بيبقى اشغاله تجيله رسال كتيرة وهو مش عايز يستقبل رسال في الوقت يدوط وفي نفس الوقت فيه اه لاستخدام الانترنت اه على الهاتف. فممكن توقف الانترنت على اي تطبيق بيزعجك وبالتها ترجع تشغله مرة تانية. لو حضرتك حبيب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو لنهاية. هنعمل ده مع بعض ازاي كل اللي هنعمله ان احنا هنروح رايحين على الهاتف بتاعنا والروح رايحين على اللي هي الاعدادات. ومن الاعدادات ننزل تحت الحديث ما نجيب حاجة اسمها التطبيقات. ومن التطبيقات هنروح رايحين عند حاجة اسمها ادارة التطبيقات. وبعد كده نختار التطبيق اللي احنا حابين نفصل عنه الانترنت. تمام كده? هنروح مسلا على تطبيق الواتساب. هننزل لما نجيب تطبيق الواتساب. نضغط عليه. وبعد كده نروح ننزلين عند حاجة اسمها استخدام البيانات. هلاقي حضرتك في حاجة اسمها تعطيل البيانات الخلوية. دي اللي هي بتاع شبكة الهاتف. هنفع علىها. وتعطيل اللي هي الوي فاي. هنفع علىها. ونضغط برضو على استخدام البيانات في الخلفية. نفعلها. تمام? وبعد كده نروح رايحين على تطبيق الواتساب بتاعنا. ونعمل تجربة بسيطة عشان نتأكد ان احنا منعنا عنه الانترنت تماما. نضغط على الواتساب. هتظهر معي رسالة دي. بيقولي ما تعطيل الشبكة للواتساب. اه هو بيقولي ان انت لو عايز تعملها عملية تمكين هتضغط على كلمة تمكين. فانا هضغط على كلمة لاحقا. وهدخل مسلا على شخص وحب ان انا ابعت لي رسالة. اقول له مسلا السلام عليكم. تمام كده? واعمل ارسال للرسالة. زي ما حدراك شايف. اه الشبكة بتاع الهاتف. اه اللي هي شبكة الواي فاي. اه شغالة فوق. تمام كده? لكن الرسالة زي ما حدراك شفت كده. انا كتبتها وبعدتها. لكن لم يتم ارسالها. لان طبعا انا اه عملت ايقاف للانترنت اه عن تطبيق الواتساب. وعن اي تطبيق انت حابب ان انت تعمله. تمام كده هو. طيب لو انا عايز اه ارجع الانترنت مرة تانية للواتساب. تمام? هروح راجع مرة تانية للتطبيق. واضغط على استخدام اللي هي البيانات. وابدأ اعمل حاجة اسمها تعطيل البيانات الخلوية اقفلها. تعطيل الواي فاي هقفله. استخدام البيانات في الخلفية هقفله. واروح راجع مرة تانية للواتساب بتاعي. هتلاقي حضرتك ان رسالة تم ارسالها بنجاح. طبعا اه بكده حضرتك ممكن توقف الانترنت عن اي تطبيق انت حابب ان انت تمنى عنه الانترنت في الوقت دهوت. عشان تبعد عن ازعاج بعض من الاشخاص المتطفلين عليك او اللي بيعملو لك عملية ازعاج لو شافوا ان انت على اتصال بالانترنت ممكن يبعتولك رسائل وانت طبعا بتبقى مضطر ان انت ترد عليهم. بعد ما بتخلص شغلك ممكن تفتح الانترنت لهذه التطبيقات ترجعها مرة تانية. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يمسلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.